لسه مستمرين مع حضراتكو في الحديث عن الكرة العالمية نهاردة عندنا اخبار كثيرة جدا جدا على مستوى الكرة العالمية هنتكلم اكيد على طبعا حضراتكو عارفين خلاص كمان كاس العالم بقل من اسبوعين وينطلق البطولة الاقوى في العالم بطولة كاس العالم وحنراجع مع حضراتكو النهاردة الجوالات الاخيرة في الدوريات الاوروبية قبل التوقف الدولي استعدادا طبعا لكاس العالم 2022 هنتكلم اكيد عن الدوري الانجليزي لان الدوري الانجليزي بما يحمله ما بين قسين جميلة الكبير محمد صلاح وتقلقه مع ليبر بول في المباراة الاخيرة هنتكلم كمان على مستوى الدوري الاسباني واعتزال احد اساطير الناديا الكتالوني بيكي مع برشلونا عندنا حديث كبير جدا جدا النهاردة عن الكرة العالمية وملفات كثيرة جدا جدا لكن قبل ما اتكلم في اي حاجة الحقيقة الواحد النهاردة كمصري كان حاسس بفخر كبير جدا جدا وسعادة جديرة جدا جدا وهو بيشوف يمكن زعماء ورؤساء العالم على ارض مصر بيشاركوا في مؤتمر المناخ في ارض السلام شرم الشيخ وفي فترة صعبة جدا جدا بيمر بيها العالم هذا الاحتفالية الكبيرة وهذا الاجتماع الرئاسي على مستوى العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كل يوم الحقيقة بينقل مصر لمكانة اكبر على خريطة التأثير العالمية في مختلف المجالات الحقيقة والنهاردة بيأكد للعالم كله قوة مصر مكانتها الكبيرة وريادتها في العالم كله لان في الحقيقة في دول كثيرة جدا جدا في الفترة الصعبة ديت كانت عجزة عن تنظيم مثل هذا المؤتمر العالم احنا كمان بنقول لكل ديوفنا لكل رؤساء العالم وزعماء العالم ادخلوا مصر امنين ان شاء الله مصر بلد الامان مصر بلد الحضارة ودايما مصر بلدنا الحبيبة هي محور العالم كله الحقيقة كمان من الحاجات اللي عجبتني جدا طبعا كلمة رئيسنا عبد الفتاح السيسي لما طبعا في نهاية كلمة وجه رسالة للعالم كله بضرورة ايقاف الحرب الساخنة ما بين روسيا واوكرانيا وفرض السلام العالمي الحقيقة صورة تدعو للفخر صورة تدعو كل مصر انه يفتخر ببلده وفي ظروف صعبة جدا بيمر بيها العالم كله احنا كمان بنمر بظروف صعبة لكن ده جزء من تدعيات الحرب ما بين روسيا واوكرانيا اللي نادى بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانهاء هذه الحرب الجارية طبعا وجود رؤساء العالم وزعماء العالم على ارض مصر في بقعة جميلة على مستوى العالم ارضنا العزيزة شرم الشيخ بيعكس دور مصر بيعكس دور مصر على المستوى العالمي وان مصر دايما هي محور العالم اكيد هي محور وطننا العربي ومحور افريقيا هامي جدا لكن كمان على المستوى العالمي مصر بتزبط كل يوم تحديات كثيرة جدا جدا بتمر بيها بلدنا وعندنا مشاكل كثيرة جدا جدا ولكن يبقى هذا الرجل عبد الفتاح السيسي هو رجل المهام الصعبة رجل الحقيقة بيفتح ملفات كثيرة جدا جدا ملفات صادمة وبيعالج كثير من الزعماء وكثير من الرؤساء كانوا للأسف بيعملوا عمليات تغدير مصر في الفترات الأخيرة ما بتخشش في عمليات التغدير ولكن بتخش في عمليات جراحية دقيقة جدا على جميع المستويات سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي وزي ما بنقول رئيسنا عبد الفتاح السيسي رئيس يتمتع بالتحدي رئيس يتمتع بالمصداقية والشفافية رئيس يتحدى كل الملفات الكثيرة اللي مرت بها مصر رئيس بيحب بلده واحنا بنحب جيشنا وبنحب بلدنا واحنا وراء كل من يحافظ على أمنه واستقرار مصر العزيزة صورة أمام حضراتكم زعماء العالم موجودين على أرض مصر العظيمة تحت رعاية قائدنا عبد الفتاح السيسي بتحتضن مؤتمر المناخ العالمي صورة لها معاني كثيرة جدا جدا في الأوقات الصعبة اللي بتمر بيها حتى على المستوى الاقتصادي صورة بتدي انطباع وبتديك أمل وبتديك طمأنينة لمستقبل مصر عندنا بعض المشاكل اه عندنا بعض المشاكل عندنا بعض الأزمات اه عندنا بعض الأزمات ولكن ان شاء الله بإذن الله حنمر بكل الأزمات وحنعدي كل المشاكل لأن مش أنا اللي بقول كده ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده ستظل مصر دايما بلد آمن مصر طبعا المذكورة في الكرآن والإنجيل عندنا ثقة كشعب مصر اللي عندنا كان تحديات كثيرة جدا جدا وآخرها في 2013 وإزاي خرجنا من هذه المشاكل وإزاي خرجنا من هذه البقعة الصعبة جدا عشان نواجه تحديات تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي اللي الحقيقة يمكن تتطفق أو نختلف على سياساته لكن أنا ولا خبير اقتصادي ولا رجل سياسي لكن عبد الفتاح السيسي رئيسنا طبعا رئيس يتمتع زي ما بقول لحضراتكم بالمواجهة مواجهة المشاكل حل المشاكل الحل الجزري من الجزور المشكلة نفسها ليها عواقب على المستوى الاقتصادي أكيد ولكن في النهاية أنا عندي ثقة كبيرة جدا جدا إن احنا هنخرج من هذه الأزمة بالمنظر اللي قدام حضراتكم بالصورة اللي قدام حضراتكم بوجود زعماء العالم في أرض مصر العظيمة اللي بتدل على دلالات كثيرة جدا جدا وهي الأمان الأمان اللي هو دايما هي ما بين قصين كده هي بوابة مصر مصر دايما هي بوابة الأمان إن شاء الله كل التوفيق لبلدنا العزيزة مصر ودائما في استقرار ودائما في تقدم بإذن الله زي ما قلت الحضراتكم النهاردة عندنا حلقة الحقيقة عندنا حاجات كتيرة جدا تخص الكرة العالمية هنعمل لحضراتكم جولة سريعة زي ما قلت لي الدوريات الخمس الكبرى وخاصة الدوري الإنجليزي قبل طبعا نهاية أو التوقف اللي هحدث بكرة لجميع الدوريات على مستوى العالم هنتكلم بشكل خاص عن نجمنا محمد صلاح اللي فعلا بيواصل تحتيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي والبريميلي هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن بيكي أسطورة برشلونة واعتزاله لكرة القدم في مشهد يمكن كان مؤثر جدا في مباراة برشلونة مع الميريا في الدوري الأسباني وهنتكلم كمان بالتفصيل عن دوري أبطال أوروبا حضراتكم عارفين كان فيه طبعا النهاردة قرعة دوري الستاشر فيه طبعا دوري أبطال أوروبا اللي يمكن شهدت الحقيقة مواجهات نارية طبعا أبرزها أكيد البطل والوصيف في الموسم الماضي ريال مادريد والليبر بول في مواجهة قوية جدا وكمان مواجهة أخرى على مستوى كبير ومستوى عالمي بنتكلم على باريس سان جرمان أمام باير ميونيخ أعتقد دوري 16 في البريميال ليج هيكون مشتعل كمان النهاردة كان فيه قرعة الدوري الأوروبي لأوروبا ليج فيه الملحق وشهد كمان يعني مواجهات من العيار الثقيل برشلونة مع المان يونيتد دي طبعا نسخة مباراة النهائي للبطولة وكمان على مستوى نجمنا الكبير مصطفى محمد اللي بيلعب فيه نادي نانت الفرنسي سيواجه العملاق الإيطالي اليوفينتوس رغم أن يمكن اليوفينتوس في الأيام والأسابيع الأخيرة بيمر بأسوأ حالاته كمان النهاردة فيه تفاصيل القرعة تكون معنا النهاردة وحنقش مع طبعا نقلنا الرياضي محمود شاكر هيكون دفنا النهاردة ونجمنا النهاردة في المحترف طبعا إحنا عارفين أن منتخبنا كمان الوطني هيخش معسكر مغلق خلال التوقف الدولي الحالي وحنلعب يمكن مباراة مهمة جدا مباراة مع المنتخب البلجيكي زي ما قلنا يمكن المباراة اللي فاتت بعض الناس كانت عندها انتقاضات بنلعب منتخبات ضعيفة مش هو ده اللي حنقيز به طبعا إحنا وقفين فين أو منتخب مصر وقف فين لكن بكل تأكيد مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب البلجيكي ألعم لق أحد المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم هتكون تجربة جميلة تجربة حقيقية النهاردة روي فيتوريا طبعا المدير الفني اللي منتخبنا بيستقبل اللعيبة وبداية لمعسكر إن شاء الله بإذن الله يكون معسكر ناجح علشان عايزين نتفرج على كرة قدم حقيقية كلنا منتظرين هذه المباراة مباراة مصر وبلجيكا مباراة من العيار التقيل ونقدر نقول احنا وقفين فين أكيد مش عايزين نقول النتيجة لكن عايزين نشوف الأداء وياريت يكون كمان نتيجة جيدة لإن كمان الزميل أحمد سمير يمكن فيه السادسة عرض هدف حازم إمام وإحنا طبعا باللاعب بالمنتخب البلجيكي وفوزنا عليه واحد سفر كانت نتيجة جيدة جدا وعملنا مباراة تليق باسم مصر إن شاء الله كمان منتخبنا يستعد بجدية لهذه المباراة لأنها مباراة كمان من العيار التقيل ونقيس نفسنا بهذه المباراة احتياجاتنا في الفتر اللي جاية إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا القوم ده طبعا الجن بتاع حازم إمام ويعني كان لديه شرف إن أنا متواجد في هذه المباراة اللي يمكن كانت مباراة كانت كمان منتخب البلجيكي بيضم كوكبة من النجوم الكبار جدا جدا كنا بنلعب في بلجيكا والأجواء كانت أجواء رائعة الاستاذ مليان كانت تجربة نكحة جدا جدا على المستوى الدولي قدرنا نعمل مباراة تليق باسم منتخب مصر تليق باسم الكرة المصرية والأفريقية لأن حضراتكم عارفين كمان الأندية أو المنتخبات العالمية ما يعني ما بترحمش يعني هم عايزين آه يستفيدوا من هذه المباراة لكن كمان احنا على المستوى الفني قدمنا مباراة رائعة وإن شاء الله بإذن الله كمان منتخبنا في يعني منتخب بلجيكا كمان عندهم نجوم كبار دي براين عندك نجوم كبار جدا هازارد لوكاكو كورتوا حارس المرمى العظيم غيرهم من النجوم الكبار جدا فيه اللي بيلعبوا في الدوريات الكبرى الأوروبية إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبه كمان على مستوى منتخب مصري للشباب موليد 2006 عايز أتكلم مع حضراتكم في نقطة مهمة جدا وكنا بالنادي بيها هنا في المحترف ويمكن أسرة العداد وجبنا عدد كبير جدا جدا من اللاعبين المصريين زول الجنسية المزدوجة اللي بيعابوا في أوروبا النهاردة تم استدعاء لعب هوفنهايم الألماني صاحب الأصول المصرية تيبو غابريال ده لعيب بيلعب في هوفنهايم في ألمانيا وانضم لمنتخب مصر للناشئين موليد 2006 لعب انضم مبارح لمعسكر مصر منتخب مصر اللي موجود في الجزائر عندنا مباريات الحقيقة مهمة جدا في مشوار التصفيات الأفرقية المؤهلة لنهاية بطولة كاس الأمم الأفرقية هيبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفرقية بمواجهة ليبيا إن شاء الله بكرة 8 نوفمبر ثم يواجه منتخب تونس يوم 11 ويختتم مبارياته أمام المنتخب المغربي يوم 14 نوفمبر الحقيقة مهم جدا زي ما بنتكلم إن عندنا منتخب إن شاء الله هيواجه بلجيكا المنتخب المصري الأول كمان لازم نهتم بشكل كبير جدا 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 لأنه هو ده الأساس وهو ده المستقبل عندنا منتخب الناشئين تحت الموليد 2006 عندنا كمان منتخب الشباب 2003 كل المنتخبات المصرية هي هي الداعم الأكبر لمنتخب مصر الأول وده يمكن السياسة اللي بتتبعها دول كثيرة جدا جدا على رسوم ألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وأسبانيا كل ده بيشتغل الأول وبيهيئ المناخ من تحته وهيئ جيل محترم جدا من منتخبات على مستوى الشباب وعلى مستوى الناشئين يكونوا هما الداعم الأكبر للمنتخب الأول كل التوفيق لمنتخباتنا القومية في الفترة اللي جاي عندنا طبعا أخبار سريعة قبل ما نروح ونشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف فعندنا خبر بيقول أن ليبر بول معروض للبيع نادي ليبر بول أو عرضت مجموعة بيناودي الرياضية الملكة لنادي ليبر بول أسهم الريدز للبيع في تأرير بريطانية أن فوريست قدرد قيمة ليبر بول في مايو اللي فات بقيمة 3.8 مليار يعني تقدر تقول تقريبا أربعة مليار جنيه استرلين إذا تم البيع الأسهم كاملة لكن طبعا مع بيع تشيلسي يمكن بمقابل وصل لتقريبا أربعة ونصف مليار جنيه استرلين السنادي من المحتمل أن المالكين النادي يطلبوا طبعا رقم يعادل الرقم الإتباع بيتشيلسي المجموعة قالت أن في بيان قالوا أننا سنكون منفتحين على بيع النادي بموجب طبعا الشروط والأحكام الصحيحة وأضافوا أن تلك المجموعة بشكل متكرر قالت أن فيه اهتمام واضح بشراء ليبر بول من أشخاص يسعون ليصبحوا موساهمين أو مالكين لهذا النادي ده على مستوى ليبر بول على مستوى البايرن وعلى مستوى أرعة دوري أبطال أوروبا النهاردة نيجزمان طبعا المدير الفني للبايرن محبط من نتيجة الأرعة يعني هو بيين عليه طبعا الألق المدير الفني لباير ميونيخ كان منزعج جدا جدا من نتيجة الأرعة لدوري الأبطال بعد طبعا الموجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان خلال بعض التصرحات اللي قالها نيجزمان على موقع سبورت وان علق وقال أن الأرعة المنافس صعب وإحنا واجهنا طرق صعبة في دور المجموعات أيضا وأضاف رغم أننا أنهينا مرحلة المجموعات في الصدارة لكننا لم نكافأ على ذلك حضركم عارفين أن البايرن هو يمكن الفريق الوحيد في دور المجموعات اللي تقاهل لدور الستاشر بالعلامة الكاملة وصل طبعا النقطة رقم 18 في ست مباريات وطبعا الفريق الباباري بيدوم عدد كبير جدا جدا من النجوم الكبار وزي ما بقول لحضرانكم كان في مجموعة نارية فيها برشلونة وفيها الإنتر وفيها فيكتوريا بيلنز التشيكي ولكن قدر الباباري أن يحصل 18 نقطة من ست مباريات على مستوى ريال مدريد ريال مدريد بيرحب ببيع هازارد يمكن رحب نادي ريال مدريد برحيل البلجيكي إيدن هازارد طبعا لاعب الفريق في ألميركاتو الشتوي المقبل وتأرير أسبانية قالت أن ريال مدريد لا يرحب باستمرار هازارد مع الفريق وباسعى للتخلص منه في ألميركاتو الشتوي المقبل وأن السلاسي رودريجو وماركو أسينسيو ودياز بيتفوقوا على هازارد في حسابات طبعا المدرب الإيطالي القديل أنشلوت أوضحت كمان الصحيفة أو التقرير أن هازارد طبعا عارف أن ريال مدريد بيفتح باب خروجه وأنه بينسك النادي الملكي خلال طبعا الفترة اللي فاتت وكان هازارد عنده مشاكل كتيرة جدا جدا على مستوى الإصابات وعلى مستوى الاستقرار الفني مع أنشلوت ذكرت برضو أن مسؤول ريال مدريد يمكن فقدوا إيمانهم في قدرات هازارد واحتمالية تقلقه وعودته للفرمة بشكل كبير مع الريال وكمان بيقولوا أن من الأفضل للنادي ومن الأفضل للعيب أنه يتوجه إلى وجهة أخرى وهازارد على برضو من خلال التقرير أنه يتحرك في الفترة القادمة وقال أنه قدم لأبنائه في أكاديمية ريال مدريد وينوي استكمال عقده مع النادي يعني هو هازارد الرجل المستقر وقدم لأولاده في أكاديمية ريال مدريد على الجانب الآخر ريال مدريد والإدارة بتشوف أن هازارد ما بقالوش مكان في الريال هنشوف المركات الشتوي حيكون هل يستمر هازارد أو ينفقل لنادي آخر لسه عندنا أخبار كثيرة جدا جدا على مدار حلقتنا النهاردة مع نجمنا محمود شاكر محلل الكرة العالمية لكن سريعا نروح نشوف الأخبار وصحف العالمية قالت إيه في المحترف يلا نبدأ سريعا جولتنا في صحافة العالمية اللي هنبدأها بماركة الأسبانية اللي ركزت أكيد على قرعة دور الستاشر بدوري أبطال أوروبا ومعرفة طبعا ريال مدريد اللي منفسها قوية أمام طبعا أمام ريال مدريد من نفسه قبل مواجهة ريو فالوكانو اللي استعادت صدارة الدوري الأسباني الصحيفة كمان اهتمت بتعادل أتليتيكو مدريد مع إسبانيول واحد واحد وكتبت حتى ضد عشر لعبين لا يرفعون الرأس الصحيفة اهتمت برضو بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور الستاشر بالدوري الأوروبا لأوروبا ليج ومنافس برشلونة المحتمل وكتبت برشلونة يتجنب روما والمان سيتي لكن برشلونة هيقابل المان يونيتد أسف السبورت الأسبانية ركزت على فوز برشلونة 4-0 على ريال مدريد في كلاسيكو السيدات وكتبت كلاسيكو صاحق كمان تحدثت عن تصريحات ألونس ومدافع برشلونة اللي أكد خلالها أنه كان يرغب في اللعب لبرشلونة منذ التفولة الصحيفة اهتمت بأرعى الدور الأوروبي وكتبت مورينيو وكريستيانو رونالدو هما الأصعب لبرشلونة في نفس البلد أسبانيا مونتو دوبتريبو الأسبانية تحدثت على أن جميع الفرق اللي بتسعى طبعا لتجنب باريس سان جيرمان وليبر بول في أرعى الدوري الأبطال كمان اهتمت بمبارات ريال مدريد وريو فالوكانو وأهمية فوز الريال لاستعادة الصدارة في الدوري الأسباني سريعا نروح لإنجلترا جريدة سان الإنجليزية اللي اهتمت بفوز الأرسنال 1-0 على تشيلسي واستعادة صدارة الترتيب وكتبت أرسنال يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي بعدما أثبتوا لأوبام يونج أنهم أفضل من غيره اهتمت الصحيفة كمان بفوز كبير ليبر بول على توتنهام 2-1 وكتبت كنت يضرب صيحات الاستهجان كمان اهتمت بهزيمة المان يونايتد أمام أستون فيلا 3-1 وكتبت الشياطين أغبياء جدا فرنسا وجريدة الكيب الفرنسية ركزت على فوز مارسيليا على اليوم 1-0 وكتبت مارسيليا يستعيد مع نوياته كمان اهتمت بفوز باريس على لوريان وكتبت باريس يحافظ على سجله بدون هزائم إيطاليا الكازيتا دي الاسبورت الإيطالية اهتمت هذه الصحيفة بفوز يوفينتوس على الميلا 2-0 وكتبت يوفينتوس يضحق وبكده يعني اليوفينتوس كمان بيحقق مفاجأة يعني حضراتكم عارفيني اليوفينتوس في دور الأبطال خرج يعني في المركز الثالث وبيلعب في الاوروبا ليجا على مستوى الدوري أو السيري اه بيمر بأزمات كثيرة جدا 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 دي كانت الصحف العالمية وفي المحترف هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل ان شاء الله نستقبل دفنة النقد الرياضي ونحلل الكرة العالمية النجم محمود شاكري اهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا نرحب بديف حضراتكم وديفنا النهاردة في المحترف النقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية اللي منورنا النهاردة محمود شاكر مساء الخير عليك يا حودة مساء الفل عليك كابتن هاني مساء الفل على جميع مشاهدي قناة نادي الاهلي وكالعادة سعيدنا متواجد معك احنا سعادة بوجودك معنا كالعادة محمود والنهاردة عندنا حاجات كتيرة جدا جدا هنبص عليها مع السادة المشاهدين وعايزين طبعا كلنا كنا بالرائب النهاردة نتائج قرعة دور الستاشر لدوري الابطال عايزين مع حضراتكم نشوف نتيجة القرعة علشان فيها مواجهات مثيرة زي مواجهات لحضراتكم عايز اعرف رأي طبعا محمود في هذه المواجهات المثيرة القرعة طبعا اصفرت عن مواجهة ما بين ليفر بول وريال مدريد مواجهة نارية باريس سان جرمان امام البايرن مواجهة قوية جدا لايبسيك الالماني امام ماين سيتيال انجليزي الانتر ميلا امام بورتو بروسيا دورتموند امام تشيلسي ايضا مواجهة قوية جدا فرانكفورت الالماني امام نابولي ميلا امام توتنهام ايضا من المواجهات القوية كلوب بروش امام بنفيكا محمود توقعاتك ايه مش للنتائج لكن كان فيه كنت متوقع ان هتخرج على قليل تلات اربع مواجهات تعتبر نهائي مبكر لهذه البطولة ده ده يضيف للبطولة او ممكن جدا الناس كتير تزعل ان هيخرج واحد من المرشحين لهذه البطولة من دور 16 شفت القرعة ازاي اجماليا زي ما انت بتقول كده كابتن هاني وعشاء الكورة يمكن ما يحبوش المواجهات القوية تبقى موجودة مادري بحيث ان ده يحصل في فلطرة ويحصل في الاخر ان فرق الجامدة كلها تبقى موجودة مثلا في دور التمانية بحيث ان ما يكونش فيه اي مواجهات كل مواجهات تبقى قوية جدا في دور التمانية ولكن من مباراة بنفيكا اللي كسب فيها فريق معايد مش عاوزين نذكر اسمه طبعا 6-1 وفرق الجون بالزبط ما بين كان باريس ان جيمان بقى التاني المجموعة فتوقعنا ان باريس ان جيمان هلعب فريق قوي لان احنا عندنا ليفر بول طلع التاني وعندنا فيه فرقة كتيرة تلاتة وطبعا وزي ما شفنا ريال مدريد وليفر بول مواجهة للمرة الخمسة او ستة في اخر خمس ست سنين نفس الكلام طبعا المواجهة القوية جدا ما بين البي اس جيم باريس ان جيمان وبي باري ميونيخ ودي اللي كنت اتمنى ان هي ما تحصلش خالص في دور الستاشر ولكن بقى المواجهات هكابتناني فيها تكافؤ بنسبة كبيرة جدا جدا تعال انا وانت هنمر كده عن مواجهات مباراة مباراة وطبعا انت عارف او استادة المشاهدين عارفين ان طبعا هذه البطولة يعني هتتلعب الادوار لدور الستاشر ايام 14 و 15 فبراير السنة الجاية ان شاء الله وزي ما حضراتكم عارفين كمان يمكن السنة اللي فاتت الوفا الغى خلاص عملية ان الهدف خارج الديار بهدفين وده ما يزيد الاطارة والشغف والمتعب في كرة القدم خاصة في الدوريات الاوروبية لها اثر ايجابي انت شايف القاعدة دي فير والقاعدة دي بتزيد من اثارة المباريات بشكلها وباخر ولا انت شايف ان القانون القديم افضل شوية شوف يا كابتناني الكورة دلوقتي اسرع والرتم بتاعها بقى اسرع فالافضل اكيد القانون الجديد ولكن القانون القديم كان بيتلاعب عليه تاكتكس وبتلاعب عليه مباراة معينة الفريق بينزي اللي يعمل زون معين بحاول يطول في المباراة على قد ما يقدر يبقى الماكسي ما يدخل فيه جنب كتير عشان يقدر اعود في المباراة العودة ولكن كلنا عارفين ان اوروبا مفيش الكلام ده يا كابتناني برا الارض وجوه الارض الاتنين واحد ولكن انا عاوز اتكلم على حاجة تانية هتفرق في دور الستاشر الكلام ده هتلاعب في شهر فبراير في شهر اتنين زي ما حضرتك زكارت يا كابتناني هيكون فيه مركاته وتفتحه هيكون فيه لعيبة كتيرة جدا انتدابتها فرق كتيرة واحدة زي فرق اللي هتفرق معها بشكل كبير جدا ان عودة الدور ده هتكون في شهر اتنين هي ليفر بول ليفر بول عنده صابات بالجملة لويز دياز وعنده جوتا وعنده ناس كتيرة جدا وبعد كاسة العالم كمان يا كابتناني الحالة الفنية والحالة الزهنية اللي هيبع عليها لعيبة كتيرة جدا جدا ان كل نجوم العالم هيبقوا موجودين في كاسة العالم فيه اللي هيطلع من دور التمانية وفيه اللي هيوصل للنهائي وفيه اللي هيطلع من سيمي فاينال فكل دي هتأثر بشكل كبير جدا على شهر فبراير في المبارات على دور الستاشر ولكن عاوز اقول ان احنا اي حكم دلوقتي هنحكمه هيبقى سريع جدا مقارنة بالله هيحصل كمان 3-4 شهور ولكن مواجهات قوية جدا طبعا مواجهة لها المبارات لكن المتغيرات بتبقى سريعة جدا في قرط القدم خاصة في مركاته شتوي وعندنا كاس عالم متغيرات هتكون سريعة على مستوى الاندية على مستوى الاستعداد على مستوى الاداء الفني لكن خليني انو انت نبدأ بتقيمك او اراءك في المبارات ونبدأ من مبارات ليبسيك الالماني امام المان سيتي شايف المبارات زي يعني من خلال رؤيتك طبعا ليبسيك فريق محترم على فكرة جدا وممكن حقق مفاجهات ولكن مش في اعتقادي على حساب المان سيتي يمكن يا كابتناني دي المبارات الوحيدة لما فاش تكافه هو بالظبط منشستر سيتي طبعا اقوى فريق في العالم دلوقتي بيقدم مستويات هيلو وسوبر هالند والكلام ده كله ليبسيك فريق وايس ورجع تيمو فيرنر تاني هو خامس الدوري دلوقتي التالت الدوري الاسباني ولكن منشستر سيتي اقوى بشكل كبير جدا فاعتقد منشستر سيتي هتفوق في المبارات دي ودي اكتر مبارات ما فاش تكافه بقى المبارات كلها اعتقد ان فيها تكافه اكابتناني طبيعي وانت كمان عارف استاد مشاهدين عارفين ان يمكن مبارات الزهاب بتكون خارج الديار بالنسبة لي اوائل المجميع يعني المان سيتي هيلعب المبارات الاولى في المانيا امام لايبسيك ومبارات العودة بتكون في منشستر في الجولة او في مبارات العودة ده كمان بالرغم ان احنا بنتكلم ان الهدف خلاص الهدف باتنين مش محصوب لكن يزال عامل الارض والجمهور عامل مؤثر جدا في كورت القدم طيب نروح لمبارات كلوب بروش مع بن فيكا كلوب بروش يا كابتن عمل اول دولة ابطالة اوروبا مفتدى ابتدت تلت مبارات تسع نقطة كسب 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 ولكن بعد كده خسر مباراة وتعادل مباراتين كلوب بروش عامل يعني فريق كويس والسنة دي في دولة ابطالة اوروبا ماشي كويس هل نسبلك مفاجئة دور المجموعات؟ اه طبعا بس المجموعة بتاعتهم اللي كانت مفاجئة بالنسبة لي هو اتلتكو مادريد يعني اتلتكو مادريد طلع الرابع المجموعة دي وما تأهلش حتى للأوروبا ليد فدي اللي كانت مفاجئة والمجموعة دي يعني زي ما كنت بكلمها دي كان انا عاوزين الفرق الكبيرة تتوزع المجموعة دي كانت محتاجة فريق او فرقين كبار يتوزعوا بحيث ان احنا مثلا ما نشوفش اليوفي بره ما نشوفش برشلونة بره فدي كانت مهم جدا اتلتكو مادريد كان في مفاجئة كبيرة طلع رابع المجموعة صحيح اتأهل من المجموعة دي كلوب بروش وفرانكفورت فاعتقد ان اعتقد بنسبة كبيرة طبعا يعني المباراة تبقى متكافأة مع بمفيكا بمفيكا دلوقتي اعتبر هو اول الدوري البرتغالي وعامل نتيجة هايلة في اخر مباراة ليه في الدوري عبطال اوروبا فاعتقد ان هي 50 50 ولكن الاقرب بمفيكا نظرا لقوة الدوري البرتغالي يعني الدوري البلجيكي شوية وخصوصا ان كلوب بروش تادا كويس ولكن نهى المجموعات مش افضل طريقة عندنا مباراة اللي جاية مباراة كبيرة جدا يمكن من المباراة اللي الواحد زال المواجهة بدل شوية ليفر بول امام ريل مدريد النسخة يمكن اللي فاتت دول طرفي النهائي نتكلم على عوامل كثيرة جدا منها على السوشيال ميديا تاني رجعت لمحمد صلاح تصريحات محمد صلاح للتعويض او للاغذ بالطار المباراة على مستوى مباراة نهائية تشايفها ازاي وتوقعاتك لها ايه ليفر بول اولا حط نفسه في الموقف ده انه يطلع تاني مجموعة يلاعب واحد من اقوى الفرق الموجودة في اوروبا طبعا وهي ريال مدريد الفريق المتمرس دايما على دوري ابطال اوروبا عاوزين نتكلم شوية كابتن عن محمد صلاح محمد صلاح لعب ريال مدريد اكتر من مرة وللأسف حظه سيء جدا معاهم اول مباراة 2016 روما لما كان لسه في روما ولعب في دوري ابطال لعب مع ريال مدريد تقريبا كان في دوري 16 وخرجه محمد صلاح قدى اداء فردي الى حد ما كويس ولكن خسره 2018 طبعا كلنا فاكرين قبل كاس العالم والاصابة بتاعت راموس وبعد كده قبلون في دوري 16 في 2020 وبرضو ليفر بول خسر واخر مباراة طبعا كانت مباراة الشامبينز ديج الفاينال السنة اللي فاتت واللي برضو خسر فيها ليفر بول فاعتقد ان المباراة هتبقى سقر شخصي لمحمد صلاح ولكن مش عاوزين تصريحات خالص وعاوزين محمد صلاح يركز التصريحات مهما كان بتأثر على اللعيبة التصريحات مهما كان بتأثر زهنيا ومنتلي على اللعيبة بشكل كبير خصوصا محمد صلاح هو واحد من التوب سوبر ستارز اللي موجودين في العالم ولكن انا بشوف يا كابتن المباراة المرة دي اقرب لليفر بول هتسألني ليه يا كابتن مك التالتة تبقى ولكن انا اعتقد ان اقرب ليفر بول لان ما اعتقدش يوربين كلوب هيتغلب تاني بنفس الطريقة دي لازم يحل المشكلة بتاعت ارنولد لان المشكلة بتاعت الجابة الهمين عن ليفر بول دي فيها مشكلة كبيرة جدا واقوى لعيب دلوقتي مع بنزيمة في ريال مدريد وهو فينيس جونيور واختراقاته كلنا عافية ريال مدريد بيسيب الاستحواذ دائما الفريق اللي قدامه وبيلعب على الترانزيشنز وعالتحاولات بسرعات فينيس جونيور واللي قد يدرر كبير جدا السنة اللي فاتت في مباراة الفاينال فمباراة مش هتكون سهلة اعتقد ليفر بول هيرجع مكتمل السفوف بعد كس العالم وعلى شهر اتنين واللعيبة كلها المصابة وجود الويز دياز مهم جدا شفنا اول امبارح ليفر بول بيلعب مع توتنم بشايفين ان الراجل بيلعب دارو النونيز وينجليفت بسبب نظرة اللعيبة الموجودة الاجنحة في ليفر بول فاعتقد انها تبقى مراقوية جدا 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 ومتكافأة بنسبة كبيرة واكيد جميعنا احنا كمصرين طبعا مغد النظر على المشاجعين ريال مدريد بيتمنوا اكيد المقسم لليفر بول انا عايز اخد منك هل نقدر نحكم الحالة الفنية دلوقتي لليفر بول وما تحتاجه خلال فاقت كس العالم والملكات والشتوي اللي يركز عليه ليفر بول في الجزئية دي اللي ممكن نشتغل عليه يورجون كلوب في جزئية تعديل مصار الفريق على المستوى البريمير ليج وخاصة كمان استعداد لمقابلة نارية امام ريال مدريد يشتغل على عني جزئية كابتان يورجون كلوب قبل مشكلة كبيرة السنة دي انه هو بيغير هوية الفريق وطريقة اللعب وطريقة الضغط وطريقة التحولات ده بسبب عوامل كتيرة جدا رحيل ساد يوماني واصابة لويز دياز واصابة جوتا ولعبة نص ملعب ما بقيتش في التوب فورم بتاعهم اصابة فابينيو ما بقنا نادر نلاقي هندرسون وفابينيو وتياجه ألكنتورا بيلعبه مع بعض فبس بدأ ليفر بول الى حد ما يتخلى عن الطريقة اللي عاوز يلعب بها وبقى بيلعب على اللي بيكسب به شوفنا في مبارات توتنام محمد صلاح طبعا فارق الكبير قوي اللي عمله فاعتقد يا كابتان هي دي تبقى المعركة بالنسبة ليجرين كلوب وهو تغيير طريقة تغيير هوية فريق ليفر بول بحيث ان هو دلوقتي هنشوفها لويز دياز هيرجع هيلعب بنفس الاسلوب والطريقة بتاعت 4-3-3 اللي كان بيعتمد عليها لما كان موجود ساديو مانيه ولا يلعب بطريقة بتاعته على الورق 4-3-3 وفي التحولات بتبقى 4-4-2 ويسيب محمد صلاح ليه الحرية الكاملة ان هو يتحرك على الخطوط وحرك فهم كان ملعب استغلال سرعته وما يدوش اي ادوار دفاعية ده اللي هيفرق فاحنا نشوف يا كابتن مع عودة الاسابات هل ليفر بول هيقدر عودة لا لان احنا شايفين ليفر بول بيترنح بشكل كبير شوية فوق وشوية تحت يكسب سيتي يخسر الممبرار اللي بعدها فبس كيسبو نابولي وعملوا ممبرارها هيلة وكيسبو توتنام فليفر بول دلوقتي لسه بعيد ولكن مهم جدا ان هو يبدأ يخش في التوب فور عشان دل هيفوأ الفرق بدوري أبطال أوروبا ويا كابتن هاني دوري غير دوري أبطال أوروبا ولينا في ريال مدريد خير مسائل مفيش شك طبعا طيب قبل ما نطلع فاصل انت قلت الماين سيتي هيترشع على حساب اللايبزيك ايوه وقلت بنفيك على حساب كلوب بروز ايوه ريال مدريد لا ليفر بول ليفر بول ليفر بول هتحل خلاص يبقى محمود شاكر حطينا تلت فرق هنرجعها له كمان ترسور دور الثمانية هنطلع لفاصل سريع بعد الفاصل نستجمل مع حضراتكم مباريات دور الستاشر لدوري الأبطال اهلا بحضراتكم مرة تانية محمود خلصنا تلت مواجهات حددت تلت فرق خلاص صعدوا لدور الثمانية عايزين مباراة المواجهة الرابعة مباراة مهمة كمان قوية ما بين اس ميلان الايطالي وتوتنهام الانجليزي طبعا عشاق الميلان يعني سعداء وكلنا سعداء بعودة الميلان مرة اخرى للأدهور المتقدمة في دوري أبطال أوروبا الميلان السنة دي ماشي كويس طبعا نابولي مش ميخلي حد في الدوري إيطالي يعمل أي حاجة نابولي ماشي زي القطر ما بيخسرش أي نقاط بسناء أول مراتين بس تعدل فيهم والباقي كل مباراة كانت مكسب ميلان بيأتي في المركز الثاني مباراة كويسة عودتي ميلان مرة اخرى لدوري 16 مواجهة مش هتكون سهلة خصوصا أن كونتي أو توتنم بقاله كتير قوي يا كابتن هاني من بساعة المباراة الفاينال تفاكرة مع محمد صلاح في ليفر بول اللي كسبوا فيها 1-0 توتنم ما تأهلش لأي أدوار إقصائية في تشامبيزيج غير السنة دي وتأهلوا بالعافية شوفنا طبعا ماتش مارسيليا أصلا يعني عاوز أقولك أن توتنم كان خلاص رايح لأوروبا ليج كان خصوصا 1-0 ده توتنم كان برا البطولة أصلا وكان خسران وبعدين رجع تاني بعدين والماتش التاني وكان خلاص رابع المجموعة وكان يبزايز ويتلاتكم مدريد ولا يوروبا ليج ولا تشامبيزيج ولكن ريمونتادا ودي سيمة تيمك توتنم آخر فترة أنه دايما في شوت الثاني بيعمل ريمونتادا وشوفنا ده في الدوري الإنجليزي برضو كان فيه مرخص رام فيها 2-0 وقدر يرجع 3-2 برضو في شوت الثاني توتنم بيبتدي المباراة شوت الأولاني سيء ولكن في شوت الثاني بيقدر يعمل الفارق فأعتقد بنسبة جميرة أن الميلان ممكن يكون قارب عشان عارف من الوقت ازانينا ايوة كابتن هاني كويس وأنا أتمنى الميلان برضو طبعا عشان الميلان فأعتقد مباراة مستهلة لكن هلال فنية للميلان دلوقتي رائعة جدا جدا على المستوى الفني على مستوى السقة وعلى مستوى اللاعبين كمان نحا طيب نروح لمباراة الخمسة والمواجهة الخمسة ما بين فرانكفورت الألماني ونابولي الإيطالي نابولي مع سبالتي عامل موسم خيالي موسم تاريخي كفارتس خلية اللعيب الجورجي مكسر الدنيا أوزمن برضو قدر يعمل سبالتي يا كابتن دايما نتكلم عنه وأقول إن سبالتي من أكتر المدربين اللي قدروا يطوروا اللعيبة من النواحي الفردية والمهرية ويمكن خير المثال محمد صلاح محمد صلاح من اللعيبة اللي عملت له البرفورمانس ده لما راح روح محمد صلاح قال كده محمد صلاح نفسه أثر فيه بشكل كبير ده محمد صلاح مكانش بيعرف يلعب برجليلي مين كويس كان عنده الفينيش بتاعه ما كانش أفضل حاجة كان دايما محمد صلاح واخد الخط ولكن الراجل اللي هو لديه إن هو يقدر يخش ويتم لجوه ويلعب البليسنج والكلام ده كله فسبالتي عمل سيزون هايل مع نابولي أعتقد إن نابولي أقوى من فرانكفورت بناء على اللي بيحصل دوقتي بس يا كابتن يعني ما نعرفش لغاية شهر اثنين إيه اللي ممكن يحصل إن أنا بقول دايما إن نابولي مش سهل ومش صعب إنه ياخد الدوري الإيطالي بس ولكن السكواد اللي بره مش زي السكواد اللي بيلعب ويمكن دي بس المشكلة اللي ممكن تكون فيها استمرارية لنابولي فأعتقد على شهر اثنين كمان ثلاث شهور وبعد عودة كس العالم هنشوف ولكن نابولي أكيد النابولي على مستوى دلوقتي هو المرشح الأبرز للفوز على فرانكفورت كمان فرانكفورت من الفرق اللي عملت شكل على مستوى كسبة طبعا الإيروباليج ما فيش شك كمان على مستوى دور المجموهات قدت مباريات قوية جدا ولكن يبقى أنا حكتب نابولي ناشي نكتب نابولي طوو أنت شافت أنت شافت يا كابتناني لأ نابولي طبعا أكيد حنقشك في التمالي اللي هنطلعهم طيب المواجهة الخامسة مواجهة قوية جدا على مستوى ستة دورتموند وشيلسي الإنجليزي أيوة الحالتين واحد بارتو دورتموند مش بيمر بأفضل حالاته في الدوري الألماني بعيد عن أول أربع أو خمس مراكز تشيلسي مع يعني جرام بوتر بعد ما جي من برايتون أول حاجة كابتن فيه خطأ كبير جدا من تشيلسي هما يمشوا تخل لحد النهاردة أنا مش عارف تخل مشي ليه ما ينفعش موديل فني يواخد معاك وشامبينز ديج وعمل عمل الموسمين هيلين مع تشيلسي غريب جدا أنه هو يمشي يا كابتن ويجيبه جرام بوتر موديل فني كويس ولكنه هو موديل فني محلي للدوري الأنجليزي يقدر يمسك برايتون يمسك أستنبيلا يمسك الفرقة بتاعت منتصف الجدول وبرغم كده يا كابتن آخر أربع مبارات للتشيلسي في الدوري الإنجليزي خسر مباراتين وتعادل مباراتين ماكسبش ولا مبارات بقالهم أربع جولات فتشيلسي في أزمة أزمة على الخط الأمامي الثلاثة الأزمة دي كمان يمكن بسبب يمكن أكتر الأندية يعني صرفوا في المكاتل واجابوا لعيبة في ملايين ولكن المجمل أو الانتاج مش على قد اللي صرف كل الانتدابات جايبنا في وسط الملعب وجايبنا في الخط الدفاع إنما في التلت الهجوم يا كابتن آناش ده جايب قد بايورو هو مخلص جايب ستيرينج اللي ما كانش بيلعب مع منشستر سيتي ولا مع جوارديولا في نفس الوقت عندك هفردس من ساعة ما انتا جيبته هو وتيمو فيرنر من سنتين وما قدمش أي حاجة فتشيلسي محتاج انتدابات مهمة جدا في التلت الهجوم في الميركاتو الشتوي ولكن المباراة خمسين خمسين بس أقدر أقول إن ممكن بروسيا دورتموند ممكن يعطي دورتموند خلاص دورتموند دي المواجهة السابقة نروح لي مواجهة قوية جدا الانتر أمام بورتو بالرغم من الاسمين ممكن على مستوى الاسمين الانتر هو الأتقل شوية لكن بورتو عنده مفاجآت وبيعمل المباراة رائعة طبعا بورتو فريق كبير جدا في الدوري بورتغالي هو متصدر الدوري عفوا أن تاني الدوري بورتغالي دواتي بعد بورتو عمل مباراة نقدر دولي يا كابتن هايلة في دور المجموعات اهل من المجموعة بتاعته ولكن الانتر نفس الكلام برضو حاله ومش في أفضل حال ابتدى السيزون كويس بعد كده يقع تاني بعد كده ابتدى كويس شفنا بقى المباراة اللي فاتت كان ما بين الانتر واليوفي الديربي الشهير واليوفي قدر يكسب اتنين سفر فالانتر مش بأفضل حالته أعتقد أن بنسبة كبيرة ممكن لها كابتن الانتر هيكسب اي انتر اه جرينتال إيطالية صعب صعب على الورت طيب مواجهة برضو يعني نهائي مبكر ما بين يلي زعلتني قوي يا كابتن يعني البايرن أمام باريس سان جورمان فرقتين طبيعي جدا وانت بتتكلم يعني فرق من الفرقتين فرق من الفرقتين على مستوى البايرن وبيقدم أداء ولا أروع ويمكن الفرير الوحيد في دور المجموعات اللي أنهى بالعلامة الكاملة على الجانب الآخر البي اي جي والهدف الأكبر ما يزال الهدف والتارجد الكبير طبعا للإدارة نفوز بدور الأبطال بيصطدم بالعملاق البافاري مواجهة يا كابتن كنت ستمنها ولا أي حد من عصار قورة كانت منها في دور الستة كنت منها متأخر شوية باريس سان جرمان السنة دي فارق عن السنة اللي فاتت أن التلاتة اللي قدام فى أفضل حالتهم السنة اللي فات كنا بنشوف أن ميسي كان لسه جاي ما كانش واخر على الأجواء أرقامه ما كانتش كبيرة ميسي السنة دي فاي جدا جدا يا كابتن هاني وده هيفرق كتير مع البي اس جي مدير فاني الجديد طب هاخد من كلامك أن هل أدوار ميسي في كاس العالم مع منتقب الأرجنتين هيبقى ليها مرضود بالنسبة لعودته لباريس سان جرمان يعني في حالة فوزه بكاس العالم أجواء هتبقى مختلفة كابتن ميسي لو كسب مع الأرجنتين كاس العالم هيكسب مع باريس سان جرمان دورة أبطال أوروبا من غير كلام إنه ده يعتبر آخر سيزون ليه دوليا ويعتبر آخر اثنين أو ثلاث مواسم ليه وهو لغاية دلوقتي الضغط كله منتقبين ميسي وجابين أرقام الخرافية اللي بتتدفع ده كلها والتارجت والمين تارجت الأكبر اللي موجود عند البيس جي هو دوري أبطال أوروبا المباراة مش هتكون سألة أنا عجبني جدا المدير الفاني بتاع باريس سان جرمان السنة دي فيه تركيز كبير من باريس سان جرمان في كل البطولات على الناحية التانية باري ميونيخ هاخد من نيجلزمان التصريح بتاعه بعد القرعة بيقولك أنا محبط من القرعة إن إحنا لين نلاعب فريق قوي زي ده في دوري 16 ولكن هي مشكلة كانت في بنفيكا بنفيكا الجوني الأخير اللي جابه هو اللي يتأهل عن طريبة في باريس سان جرمان أول المجموعة باري ميونيخ يا كابتن أنا كنت اتكلمت معاك هنا من فترة قلت لك إن دائما باري ميونيخ مشكلته إن بعد ما ماشى لفاندوفسكي ما فيش رأس حربة يقدر يترجم كم الفرص الهائلة اللي بتحصل من باري ميونيخ وقلنا إن ما ينفعش سادي ومانية مهما إن كان هتدخله يلعب كفيروت لأنت ممكن تاخد 100% بتاعته أفضل كجناح ما تاخد منه 50-60% بس كفيروت فشفنا بقى مفاجأة عبيرة جدا بقى لخمس مبارات تشوبو موتنج العيب اللي لا يرتقي أصلا بس عامل أداء أكتر من رائع هو هايل وجايب 3 جوان في أخير 5 مبارات وعمل مبارات تهيلة ولكن يعني هنشوف بقى الشكل الجديد بتعباري ميونيخ إنهما الاعتماد إن انت تقدر تخلق الفرص لتشوبو بوتنج هيدر الترجمة ولا أكتر وعلى ذلك أنت كمان زي أنت بتقول على مستوى كمان المدربين يمكن ناجلزمان كان مكتعب شوية بصراحة يعني هو طبعا مواجهة نارية مواجهة تقرية والراجل قال أنا لعبت فرق كبيرة وخدت العلامة الكاملة ولكن في الغالي ما كانش متوقع حتى يكون في المركز التاني انت خبالك يا كابتن برضو الناس دي بتتحاسب في آخر السيزون انت عملت وصلت الفين ففيه أصلا مشاكل باري ميونيخ من أول السنة وفيه كان فيه تعليقات كتيرة على الأداء بتاحهم فلو خرج من دور 16 هتبقى كارسة جميلة جدا وأعتقد أنه مش هيكمل ولكن الأقرب مش هنضحك على بعض باريس سنجيروان كابتن هو رقم واحد لغاية دلوقتي أخاقت في المطولة دي نعليش يا كابتن أنا عاية أنت بتحيب باري ميونيخ ولكن بص يا كابتن يبقى الألمان ألمان ماشي ماشي أنا متوقع البايرن ولكن انت متوقع باريس في صار شاق هو المباراة طبعا المباراة بدون توقعات بصراحة الفريتين فريتين كبار جدا وعندهم تارجت هو الوصول لهذه الكأس الأوروبية الكبيرة لكن هنشوف لا يكون فعون حكم الراية بس يا كابتن الله يجري جاري يعني أكثر من العيب أه والله الثلاثة هنا والثلاثة هنا الاثنين بيجري جاري رهيب يعني الله يجب فعون حكم الراية في أعلم في المباراة الدولة محمود احنا هنروح لفاصل لأنه كمان عندنا الأوروبا ليج وكان فيه مواجهات كمان تقرية كبيرة جدا جدا مفرات كبيرة على مستوى من يونايتد أمام برشلونة وكمان مصطفى محمد فيه طبعا يعني انتظار مواجهة أمام اليوبنتوس العملاق الإيطالي هننقش كل ده مع نجمينة محمود شاكر بعد الفرص أهلا بحضراتكو يمكن دلوقتي هناخد مع نجمينة محمود شاكر كمان توقعاته ونروح سريعا لمباريات الأوروبا ليج طبعا كان فيه قرع النهاردة كمان للأوروبا ليج وكان فيه مواجهات قوية جدا على مستوى الأندية زي ما حضراتكو شايفين برشلونة مواجهة قوية جدا مع الماني يونايتد سالسبورج النمساوي أمام روما الإيطالي شباليا الأسباني أمام أندويفن الهولندي باير ليبركوزين الألماني أمام موناكو الفرنسي آيكس الهولندي أمام يونيون برلين الألماني شاختار أمام رين وسبورت انجليش بونا أمام ميتلاند واليوبنتوس أمام نانت الفرنسي مباريات قوية جدا كمان ولكن تاني نسخة قوية جدا من مواجهة ما بين بارشلونا والماني يونايتد شايفها إزاي بالظروف اللي احنا عايشينها يعني بغض النظر عن المركات الشتوي حنشوف مين في بارشلونا أو في الماني يونايتد مع رونالدو من غير رونالدو لكن في الأوقات الحالية لو المباراة دي الإسبوع اللي جاي هترشح من للفوز بازيل بك كابتن مانشستر نويتد ماتش يوم الخميس قدام ريالي السيدات كان عاوز يجيب جون كمان عشان يبعد عن المواجهات دي ولكن ما قدروش يكسبه غير واحد سفر بس فبالتالي انت تحاولت ان انت تلاعب فرق من الفرق اللي جاي من دوري أبطال أوروبا فمانشستر نتحط نفسه في موقف صعب جدا ان انت تلاعب بارشلونا بارشلونا جريح من دوري أبطال أوروبا ومن كم السخرية اللي بتعرض لها في أسبانيا انه فري بعد عمل رفعات اقتصادية وجاب اللعيبة دي كلها وليفندوفسكي اكتر رابع واحد سجل في دوري أبطال أوروبا وجاب رفينيا وجاب لعيبة كتيرة جدا وبرغم كل الكلام ده كله بارشلونا بيقدم موسم سيء جدا في دوري أبطال أوروبا ولو انه ماشي في الدوري الأسباني بشكل كويس المباراة هتكون صعبة ما اعتقدش ان الكيسير نوالدو يا كابتن هاني ممكن يبقى موجود اعتقدك كيسير نوالدو هيعمل كاس عالم مبهرة وده تحدي الشخصي بتاعه مبهرة ومش هيرجع على منشستر نوالدو هيمشي أكيد في الشتاء لنهو مش ناسي اللي كان بيحصل معاها معاملة اللي كانت بتعرض لها بغض النظر عنها صحة أو لا منتين هانك ولكن المباراة تبقى صعبة جدا 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 بارشلونا على الورق أقوى بارشلونا على نسبة اللعيبية اللي موجودة أقوى ولكن منشستر نوالدو يبقى منشستر نوالدو المباراة هيتكون لها ظروف خاصة معينة في طريق التاكتكس هل منشستر نوالدو هيقدر يعتمد على الكونتر اتاكس هيتقدر هتحمل الضغط بتاع بارشلونا اللي هو ساب له الاستحواز بارشلونا بالضغط الرهيب اللي بيعمله الكور العرضية بتابعة البعيدة ليفندوفسكي واختراقات رافينيا واختراقات فاتي واختراقات ديمبلي على الناحية الثانية منشستر نوالدو هو فريق قوي جدا في التحولات ولكن لو قابلوا سوق حظ أو المنشستر نوالدو يدخل فيه هدف مبكر في أول عشر داية أو ربع ساعة بنشوف فريق يفك زي المباراة اللي شفناها الخسر فيها من الضغط أستوبلا تلاتة واحد دخل جنين فيه أول عشر داية زي المباراة برينتفورد بالضبط الخلص أربعة بس المباراة المباراة خلص ثلاثة فهي دي هتكون مشكلة ولكن حنا بنتكلم على شهر اثنين بس عادة تتساءل تاني الأسبوع اللي جاي الأسبوع اللي جاي أكيد برشونا يبقى أقوى مباراة مباراة فيها طرف نجم من نجومنا على مستوى منتخب مصر مستطفى محمد مع مانت الفرنسي أمام اليوفينتوس اليوفي يا كابتن بدأ يرجع مرة تانية كسب الانتر رجع تاني لمركز الخامس بعد ما كان بكتدي لدوري تاسع أو عشر فيه غيابات عند اليوفي كتيرة جدا ناس بتهاجم أليجري ويقولون أن أليجري خلاص يتحرق في اليوفي ولكن أنا شايف أن الغيابات الكتيرة اللي موجودة في اليوفي اللي أثرت عليه يعني واحد زي كيزة كان مصاب ولسه رجع بقاله مطشين غلاوفيتش الفيروت بتاعهم واحد من أفضل مهاجمين اللي بشوفهم في العالم برضو مصاب بول بوكبا ملعبش معاه ولا مباراة أنخل ديمارية مصاب باريدس اللي جابوه من باريس سنجيرمان مصاب فأعتقد أن التوليفة دي كلها لو كاملة اليوفي هيبقى ليه شكل تاني بس طبعا اليوفي أقوى من نونت ولكن احنا المهم عندنا كابتناني هو مصطفى محمد جميل وحاجة حلوة كابتن احنا نشوف كذا لعيب مصري بيلعب حتى كابتن لو بيلعبه في المؤتمرات الأوروبية اللي بطولة أضعف من الشامس إحنا من إنتا كابتن نشوف اللعيب عندنا تدر تلعب اليوفي وتدر تلعب الإنتر دي كلها خلي بالك الخبرات اللي بيكتسبها اللعب عشان ينقلها لمنتخب مصري طبعا كم الخبرات لسه كنت يمكن قبل ما خش على هوا كان بعض الناس بتتكلم معي احنا يعني في كاس العالم تسعين وأجواء كاس العالم جاية فبيقارنوا بين كاس العالم تسعين فبيسألني سؤال لو كان عندنا لعيبة محترفة في مجموعة كاس العالم تسعين كنا نعمل النتائج أفضل قلت له مليون في المية طبعا لأن اللعيب بيحتك خلاص باللعيب الأوروبي الأجواء بتبقى مش جديدة عليه والتعود والخبرات فالخبرات اللي بياخدها محمد صلاح وبياخدها مصطفى محمد والنيني وحتى حجازي بنتكلم على كل اللعباتنا المحترفة أكيد بيكون لها مرضود على مستوى منتخب مصر فأكيد طبعا الليوبينتوس هو الأقرب للوصول طيب مباراة سبورتنجليشبورة مع ميت لاند سبورتنجليشبورة طبعا هو الأقرب وميت لاند دنماركي يعني ما بنتابعوش قوي بس سبورتنجليشبورة أكيد هو الأقرب سريعا طبعا عندنا آيكس أمستردام يونيون برلين آيكس أمستردام طبعا باير ليبر كوزين موناكو 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 طيب إشبيلية أندوهوفن ده ماتش جامد ده كابت البي اس فيا أندوهوفن السنة دي مباريات هيلة في الدوري الولندي أعتقد أنه تاني دوري الولندي أو متصدر أو مش متذكر في الضبط والشبيلية هي دي بطولة بتاعة دوري أبطال أوروبا مش ماشي خالص مع إشبيلية إشبيلية يواخد الإيروباليج أكتر من ثلاث مرات وكل مرة يروح دوري أبطال أوروبا ويطلع دائما من دور المجموعات وكالعادة هؤلاء السنة دي طلع ولكن هي بطولة بتاعة إشبيلية فأعتقد إشبيلية ممكن يكون قارب ولو إن المباراة دي فيها تكافئوا بنسبة كبيرة جدا سالس بوج النمساوي أمام مورينيو مورينيو القروش اللي فشل رائعة لنا من دور يا أبطال أوروبا وكالعادة تصريحاته يعني اللي ما بتتغيرش بس كانت أرعى بالنسبة له أرعى طبعا أرعى بالنسبة له كويسة أعتقد روما أكيد أرى من سالس بوج النمساوي طيب عايزين خلصنا لأوروبا ليج لازم نتكلم على البريمير ليج طبعا ولو كلمنا على البريمير ليج لازم نتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح على المستوى الزهني على المستوى البدني لمحمد صلاح نشوف مع بعض الأول نتائج آخر جولة من البريمير ليج لأن كانت في بعض النتائج يعني مفاجأة ليدز يونيتيد وفوزه على كورنموس 4-3 المان سيتي فوزه بصعوبة نقدر نول على فولهام 2-1 ونوتنجهام فورست والتعادل مع برينفورد 2-2 وولفهامتون هزيمة أمام برايتون 3-2 وليستر سيتي وفوزه على أفرتون 2-0 تشيلسي هزيمة أمام الأرسنال 1-0 ويستمر الأرسن في التعلق وطبعا استدارة أستون فيلا مبراءة قوية جدا جدا أمام المان يونيتد وفوزه 3-1 ساوستهامتون هزيمة أمام نيو كاسل كمان نيو كاسل من الفرق المفاجأة في البريمير ليج السنية دي بتعمل أداء أكتر من رائع ويفاز على ساوستهامتون 4-1 واستهام هزيمة من كريستل بلاس 2-1 وطوتنهام مبراءة قوية جدا ما بين وما بين طبعا ليبربول و2-1 هدفين لنجمنا الكبير محمد صلاح أمام توتنهام خلينا نتكلم عن المبراءة دي مبراءة قوية جدا كان مهم جدا جدا ليبربول الفوز بهذه المبراء على مستوى الجماعي كان مهم قوي أن محمد صلاح رجل المبراء وأحرز هدفين ولا أروع في هذه المبراءة كابتن محمد صلاح السنة دي يمكن من من أسوأ الموسم ليه مقرنطا بالأرقام بتاعته ومش محمد صلاح بس اللي وحش محمد صلاح عنده مشكلة ليبربول عنده مشكلة يورجن كلوب عنده مشكلة وده اللي قده بشكل كبير للشكل اللي احنا شايفين عليه ليبربول ولكن محمد صلاح دايماً يا كابتن أقول أنه هو واحد من اللعيبة القليلة اللي في العالم اللي بقت دلوقتي عندها حتة الفينيش جوهة الثمنتاشر بمهارة عالية جداً الهدوء كمان هدوء يا كابتن في كرة تانية الشيب اللي عملها في وقت صعبة جداً جداً ومعزيه بحطها بهدوء جداً جداً محمد صلاح يا كابتن يتميز بالهدوء عند منطقة الجزاء وده اللي ما كانش موجود السنة دي عند محمد صلاح في المبارات اللي ابتداء السيزن ده عند ليفر بول كان فيه ضغط جبير جداً على محمد صلاح بعد الرحيل سادي ومانيه بقت العين كلها بتاعة المنافسين على محمد صلاح أنا هقفل على محمد صلاح والبقى أنا ممكن اتصرف معاه فالضغط كله بقى على محمد صلاح زي تغيير طريقة اللعبة بتاعة يورجن كلوب أنه هو ساعات بيرمي محمد صلاح في حضن الاثنين ما السكين وده كانت مشكلة تغيير جداً محمد صلاح مش فرض ومش رأس حرب اللي هو قدر يعمل لك بس عايزة نقشك في النقطة دي تمانين في المية من أوقات المباراة أمام توتن هام كان محمد صلاح ما بيلعبش اللي هو تارجت سترايكا ولكن هو متواجد أنا عنده يا كابتن مرونة في حتة اللي قدام حلو اللي هو متواجد ما بين الباك شمال وما بين السرد باك وما بين الفيرو بالزبط وقاليوت هو اللي كان بياخد يمكن الجزء اليمين دوت اللي محمد صلاح فده قرب جداً محمد صلاح ومن خلال الجنين اللي جابوا محمد صلاح تقريباً في position position من رأس الحربة يعني الجنين الأولاني اللي لاتشو ده في position رأس حربة مش مش هو اللي ابتدأها كابت مرونة دا اللي أنا بقولك عليه بقى كابت هو اللي ابتدأ يعني جنين الأولاني اللي ابتدأ محمد صلاح نزر خاد الكورة تتنامد ضغط ضغطة عالي الليفربول تلعب الكورة صح محمد صلاح تضغط عليه باتنين لقى بالكورة بكعب رجله خلاص تخلص منهم أول ما لقى بالباسا كابتن كان على الخط قطع على طول لغاية نص الملعب لغاية لما حصل هناك الدابل باس من ناحية التانية وتلعبت له الكورة استلم باليمين والسكن تاتش على طول في الهدف وده اللي بميزه محمد صلاح انه ما استناش وده من منطقة الجزاء واخد قرار واحد ودسيجن واحد وهو التزديد الجوني التاني يا كابتن أنا عاوز أتكلم عليه قليسون تاني مع محمد صلاح قليسون أخد الكورة برضو بيلعب الكورة دايماً ده في الهجمات المرتدة بتاعت الكورنرات اللي بتلعب عليهم قليسون مجرد بياخد الكورة محمد صلاح على طول بيجري ناحية الهدف المنافس اتلعبت الكورة داير العيب معرفش زي العيب دولي في منطقة منجلترا بيغلط غلطة كبيرة جداً وتاني يا كابتن أقولك الغلطة بتاعت داير دي ليه علاقة بين محمد صلاح هو اللي ضغط عليه زي الغلطة بتاعت كانسيلوف ومبارات منشستر سيتي وليفر بول هي ليه علاقة بالنين المدافع ببلغ طبعاً يا كابتن لو دخل عليها لعيب كبير يعني من ميسيا او بلغ أنا بقلق اللعيب ممكن يأمل احب جد حك عليها اي حد ممكن يغلط ممكن لو لعبت الكرة قصيرة هو يسبق فدي كانت سبب من أسبق بساعة كابتن عاوز أتكلم في نقط محمد صلاح يلعب جوه الملعب ولا يلعب على الطرف كابتن لو يلعب اربعة تلاتة تلاتة صريحة يلعب باتنين اجلحة الافضل لمحمد صلاح ان هو يلعب على الطرف مش جنب الخط ومش مسك الخط ولكن هو يقدر ان هو يطلع لبرة وفي نفس الوقت ان هو يخش الجوه شستر سيتي عشان من شستر سيتي كان مسك الكورة محمد على فكرة يعني عنده اي مركز فيه فيه اوقات معينة بيبقى يعني متكتف شوية في حالة لو هو بيشتغل أسست لو هو بيشتغل بلي ميكر او هو بيبقى بيستلم الكورة فيه فيه بوزيشن ان هو يمرر ما يسجلش ولكن المباراة اللي فاتت ولو توظف كده واكيد الفترة اللي فاتت هيشتغل على ده ان حتى نونيز هو اللي بيعمله الاسست والنس كان بيلعب وينجليفت بالضبط فهو الفينيشر وده مهم جدا محمد صلاح يكون الفينيشر عايزين نشوف ترتيب الجدول الدوري الانجليزي البرمير ليج طبعا قبل التوقف الدولي وصدارة ارسنال طبعا فيه الصدارة باستحقاق وجدارة في المركز الاول المان سيتي في المركز التالي نيو كاسل تالت توتن هام في المركز الرابع المان يونايتد يقترب شوية المان يونايتد ولكن ببطء شديد جدا في المركز الخامس برايتون في المركز السادس تشيلسي مازاريو عاني في المركز السابع ليبربول بفوزه على توتن هام بيقرب الى حد برضو ببطء ولكن في المركز التامن فولهم تاسع كريستال بلس في العاشر برينفورد حداشر ليتز يونايتد اتناشر أستون غيلا تلاتاشر ليستر سيتي أربعتاشر وستهام في المركز الخامسطاشر وإيفرتون في المركز الستاشر وآخر أربع فرق في البريميال ليج نورموس في المركز السابعتاشر ساوس هامتون وولف هامتون وتل إنهام فورست هنطلع فاصل سريع محمود لأن عندنا كمان لسه عايزين نتكلم على الدوري الأسباني واعتزال أسطورة من أساطير النادي الكاتالوني برشلونا بيكي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن حدث في الكرة الأسبانية اعتزال نجم وأسطورة كبيرة من أساطير الكرة الأسبانية وعلى مستوى برشلونا بيكي شفت وأنا بكلمك في الفاصل بيكي تظلم ظلم ولا مظلوم لا كابتن هو مش تظلم كرويان وخلاص هو خلاص هو مبطل الكرة بقاله سنتين ويمكن الهجوم اللي بحصل لتشافي بسبب بوسكتش وبسبب بيكي بعد المباراة بتاعة الإنتر في دولة أبطال أوروبا اللي هي كانت ماربة الفرس إنهم يتأهلوا للدور التاني هي دي الهجوم زاد على بيكي بشكل كبير جدا زاد من السنة اللي فاتت لن برشلونا قدم موسم سائق جدا قبل ما يجي تشافي كمان في الدور التاني كان الناس كلها دايماً كلام على العيبة الكبار أقول لهم بوسكتش وبيكي بيكي يا كابتن واحد من أفضل المدافعين التاريخين في أسبانيا واحد من أفضل خمس مدافعين في تاريخ برشلونا أرقامه كبيرة جدا خد دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات واخد دوري أسبانيا ثمان مرات واخد كاس عالم مع أسبانيا واخد كاس أوروبا مع أسبانيا وكان في البيك بتاعه وكان في أقوى مستويات ليلة خد مع منشستر يونيتر ما كانش بيشارك كتير ولكن خد مع منشستر دوري أبطال أوروبا واخد معاهم كاس واخد معاهم دوري واخد معاهم كاس رابطة فبيكي مدافع أنا شايف أنه تظلم في الآخر أن ساعت اعتزاله ما كانش فيه الشوء الإعلامي الكبير ما كانش فيه أنا حسيت أنه ما أخدش حقه أو كفايته بس هو يا كابتن وهو كمان لحظة إعلان اعتزاله كان في والكيرف نازل قوي يعني والكيرف زي ما أنت بتتكلم مش وقف على رجله مش وقف على رجله انتقادات كتيرة جدا على أداءه بعض الناس قبل حتى ما يعني أنا اعتزاله قال لازم يمشي من برشلونة ولا يعتمد عنه في الفترة اللي جاية لكن على مستقبل بيحاول برضه كابتن هاني يعمل حاجة أنه هو فاضله سنة ونص فعاد ونص اللي هو التعدور التالي والسنة اللي جاية فهو تخلى بقى عن مرتبه السنة ونص دي وده برضه أمر غريب جدا لو نرجع حتى كان فيه مشكلة ما بينه ما بين ميسي أو ميسي لما جيه في شهر واحد كان تشافي عامل عيد ميلاده ودعا ميسي ميسي قال لنا هاجي لو بيكي مش موجود المشكلة كانت ما بين بيكي وميسي ودي برضه لأثرت على بيكي بالنسبة كبيرة أن الرجل يا كابتن هاني مرضاش يتخلى أو يخفض رتب بتاعه علشان ميسي يقعد اللي كان فيه مشكلة بعد ما ميسي ميسي الرجل لما خفض رتب بتاعه فديل زعلت ميسي شوية والعلاقة بينهم ميتش كويسة ولكن بيكي أنا بشوفه خصوصا 2009 على غاية 2012 يا كابتن البيك بتاع برشلونة لما خد كذا دور يا بطال أوروبا ولما لعب كاس العالم وكان هو وسيرجو راموس عاملين عاملين سمعية هاي لا وكامان خلي بالك مش دايما الحكم على اللعيب في لحظة اعتزاله أو في الفترات الأخيرة من مستقبله يعني أعتقد الأرقام اللي حقاها بيكي زي ما انت قلت أرقام كبيرة جدا بطلات كثيرة جدا على مستوى كل مستويات الطوب ليبل في كرة القدم العالمية هو فاز بها على رأسها طبعا كاس العالم فعايزين نقول أن بيكي ولكن على الجانب الآخر اعتزل على مستوى على مستوى برشلونة ولكن متواجد في القايمة قايمة أصدوا أنه يعني آخر ماتش ليه في الكامب نو عشان خلاص دي آخر مباراة قبل التوقف الدولي بعد كده خلاص مش هيرجع فمعرفش بس هو غريب أنه متواجد في القايمة طبعا على مستوى منتخب أسباني قد يكون هو كمان يعني يكون الاعتزال الدولي أكيد هو ما استدعوش للقايمة النهائية القايمة النهائية مش موجود فيها وبالتالي يعني بكيه زي ما انت بتقول مش هنقول ظالم ولا مظلوم ولكن بس ما خرجش من باب الكبير اه ما خرجش من الباب الكبير لا للأسف يعني هو مدافع كان متماس جدا كابتن سوريا بدون نعطي حتى على مستوى نجوم العالم حتى على مستوى نجوم العالم برضو نجوم العالم كان ليها مشارقة في اعتزال بكيه ممكن نشوفها لو جاهزين ممكن نشوف نجوم العالم قاله ايه عن بكيه لأنه كمان على مستوى زي ما نقول اللي هو كان على مستوى التنظيم كان تنظيم صغير شوي على قد المباراة لكن كمان كان فيه ردود افعال كبيرة جدا على مستوى نجوم العالم في اعتزال بكيه نشوفه ما حضرتك حتى على مستوى على مستوى نمار 13 رقم بكيه للأبد واعتزال أسطورة فعلا من أساطير قرط القدم الأسبانية بكيه وقد يكون رئيس برشلونة القادم لأن بعض التقارير بتقول إن كمان على مستقبل بكيه بعد الاعتزال هيكون على المستوى الإداري شايف إن ده فعلا هيكون نهاي أو بداية عهد جديد مع بكيه على مستوى رئاسة برشلونة يمكن الطريقة اللي خرج بيها يا كابتن هاني واللي هو قال إن أنا مش هلعب أنا ذكرت قبل كده قلت إن أنا مش هلعب بأي قميس تاني غير برشلونة ودي يا كابتن مثال للانتماء وفعلا ده اللي أنا بزعلني إن الناس بتنتقدوا بحاجات كتيرة ولكن نفس موضوع الانتماء بلايش موجود في كرة القدم ولكن هو واجهة لبرشلونة وهو متربي في برشلونة وهو عاشق لنادي برشلونة شفنا حتى الفيديو اللي نزله على الصفحة بتاعته فأعتقد إن هو ممكن في وقت من الوقت أكيد يكون مجهزين ويعني كواحد من الكوادر اللي تكون موجودة في برشلونة محمود كالعادة شرفتنا ونورتنا ودايما متقلق حبيبي يا كابتن أنا لما بصت جدا والله يكون معك حبيبي شكرا لك الشكر متواصل لحضراتكم إن شاء الله يوم الخميس القادم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترفين